وللمزيد عن آخر التطورات في معبر رفح إذن ينضم إلينا موفد أكستر نيوز هشام عبدالتواب هشام بعد التحية حدثنا عن آخر التطورات لديك الآن نعم دعاء آخر التطورات الآن متعلقة باستمرار استقبال عدد من المصابين من قطاع غزة إلى هنا ارتفع عدد المصابين بعد أن كان 11 حالة وصل الآن إلى 17 حالة وصلت بالفعل إلى هنا إلى معبر رفح معظم هذه الحالات تم عمل التقييم الأولي لهذه الحالات وفي عدد من عربات الإسعاف المصطفى في داخل المعبر أما هنا أمام المعبر في أيضا عدد من سيارات الإسعاف الموجودة بالفعل كما نراها هنا أمام بوابة معبر رفح البري وهي مجهزة بالكامل لاستقبال أعداد كبيرة من المصابين إذا تحدثنا عن هذه الحالات والتقييم الأولي لهذه الحالات 17 حالة منهم حالة لي سيدة هي حالة حرجة وضعت على جهاز تنفس صناعي وتم نقلها مع فريق طبي لمستشفى العريش العام أيضا كما نتابع في حالات الإصابة في اثنتين من الحالات حالات الإصابة هي أيضا حالات حرجة والحالات الحرجة عادة ما يتم نقلها مع فريق طبي إلى المستشفى المحددة وعادة ما تنقل إلى مستشفى العريش العام هذا فيما يخص أعداد المصابين التي دخلت بالفعل إلى هنا إلى معبر رفح قادمة من قطاع غزة إذا تحدثنا عن الشاحنات التي دخلت بالفعل اليوم إلى القطاع فوصل عدد الشاحنات إلى خمسين شاحنة تحمل مختلف المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومصر تبدل جهودا كبيرة في هذا الإطار لاستمرار الوتيرة لإدخال شاحنات المساعدات بالأمس تابعنا سبعين شاحنة دخلت بالفعل إلى القطاع وهذه الوتيرة مستمرة لإدخال المساعدات والتي تحمل مختلف المساعدات الإنسانية إلى القطاع إن كانت مستلزمات طبية إن كانت المياه وعدد كبير من المساعدات التي تنقل إلى قطاع غزة أيضا فيما يخص الوقود الوقود يدخل باستمرار بوتيرة منتظمة إلى القطاع منذ ستة أيام منذ أن تم الإعلان عن دخول أول شاحنة وقود إلى قطاع غزة والتي دخلت بالفعل وكانت تحمل على متنها 24 ألف لتر من السولار والآن الوقود يدخل بانتظام إلى القطاع دخلت منذ صباح هذا اليوم شاحنتان للوقود إلى قطاع غزة ليصل إجمال حجم الشاحنات التي دخلت بالفعل إلى القطاع إلى 11 شاحنة طبعا الوقود مهم للغاية بالنسبة للقطاع في هذا الوقت الحساس والقصف الإسرائيلي المستمر في شمال القطاع وفي أيضا جنوب القطاع شبكات الاتصالات تحتاج لهذا الوقود الوضع يكون صعبا للغاية عندما نفقد الاتصال مع شقائنا في القطاع لنعرف ما الذي يجري تحديدا كل شيء الحقيقي يحتاج إلى الوقود دعاء المخابس تحتاج إلى الوقود العربات التي تأتي إلى هنا لتنقل المساعدات وتعود إلى القطاع تحتاج إلى الوقود أيضا شبكات تحلية المياه أو محطات تحلية المياه هي في غاية الأهمية وفي تخوفات كبيرة من تفشي بعض الأمراض نتيجة لنضرة المياه النظيفة للشرب داخل القطاع الحقيقة أنه فيه جهود أيضا مستمرة من مصر لاستقبال عدد من مزدوجي الجنسية بالفعل منذ صباح اليوم وصلت أعداد من مزدوجي الجنسية وصلت قبل قليل إلى حوالي 330 من مزدوجي الجنسية وفي تواجد لهيئات دبلوماسية وسفارات لاستقبال رعايها رعية للتو موثلي لسفارات بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا لإجلاء بعض الرعاية والعمل جاري ومستمر في هذا الإطار إذن مصر حريصة بشكل كبير لأن العمل يكون جاري بوتيرة منتظمة سواء فيما يخص المساعدات الإنسانية التي تدخل باستمرار وأيضا استقبال حالات المصابين والجهزية الكاملة لاستقبال كل الحالات بكافة صورها وأشكالها وفي استعداد كامل لاستقبال الحالات الحريجة وأيضا مصر تبدو الجهودا كبيرة في ملف استقبال مزدوجي الجنسية في أكثر من 60 جنسية في قطاع غزة ينتمي إليها مواطنون لا يزالوا في القطاع فالعمل جاري ومستمر بشكل كبير دعاء على كافة المستويات نعم هشام عبدالتواهب موفد أكستر نيوز ومن عند معبر رفاح البري جزيل شكرا لك على هذه المعلومات